الجيش سيخرج من المشهد السياسي ومجلس الوزراء وسيتكون مجلس السيادة من شخصيات مدنية تختارها القوى الثورية تصريحات صادرة عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان تتحدث عن رؤية سياسية تمهد الطريق نحو أعلان وشيك لاتفاق بين المكونين المدني والعسكري يفضي إلى إجراء انتخابات بعد نحو عامين الاتفاق المنتظر يتضمن كذلك كتابة دستور انتقالي وتشكيل برلمان يضم جميع الأحزاب والجماعات باستثناء حزب الرئيس السابق عمر البشير ويتضمن الاتفاق أيضا خطة لإصلاح الأمن وتشكيل مجلس للأمن والدفاع بقيادة مدنية برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين من الجيش والجانب الأمني غير أن الأمور لا تنظيف السودان بهذه الوتيرة التي يصفها بعضهم بالحالمة إذ إنه مع تواتر التصريحات من المدنيين والعسكريين بشأن قرب إعلان الاتفاق ولكن بعض القوى السياسية المنضوية ضمن أعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها ذلك الاتفاق المزمع إعلانه مؤكدة منهضتها الاتفاقات كافة السعية إلى إجهاض حراك الجماهير المطالبي بإزاحة العسكر واستعادة الحكم المدني وأعلن ذلك أيضا حزب البعث العربي الاشتراكي أما تجمع المهنيين السودانين فقد أكد قياديون فيه أنهم غير معنيين بالتسوية بين الحرية والتغيير ومن وصفوهم بعسكر المعزول عمر البشير وأنهم يتبنون خطا ثوريا يستهدف إزاحة السلطة القائمة بحراك جماهري ومواثيق سياسية معلنة لا تبرم داخل الغرف المغلقة وبحسب محللين فإنه مع محاولات قوى الحرية والتغيير تحريك المياه السياسية الراكدة منذ سيطرة العسكريين على السلطة قبل سنة ولكن العملية السياسية الجارية ستواجه بصعوبات جمة تتعلق بمدى التزام العسكريين بوعودهم بشأن اعتزال السياسة وكذلك تتعلق بقدرة المدنيين على حسم خلافاتهم إزاء الاتفاق مع المؤسسة العسكرية التي يرون أيديها ملوثة بدماء الشعب السوداني